اتا بتزبط مع كوريا قد؟ مزبط؟ يعني ايه يا موازم زبط؟ يعني فيه منكم لغية أو حاجات كده؟ ملغية؟ يا نهار يا زر إبراهيم فيه حد اللي بصه يخطه يا جدع ده لو آخر واحد عالقارد يا جدع عمري ببصله اللي بصه لأخطه بقى ابن حرام على فكرة بقى اللي عبلك في دماغك بشكله ما بيحبكش ايه ده استنى مين دي؟ بقولك ايه؟ اندي تشبه جمالات قربية كوريا قروب سيدة الأعمال هايد يا ابو طالب وزوجها الإعلامي مروان أبو عرب بعد استلاهما على خمسون مليون دولار تعال يا بيتها يا شاماة اغسل ليه اللي شعره كل يحسن حسن انه بيأكل حاضر يا ست طلعي برا يا شاماة واندخليش حد علينا حاضر هو ايه اصله ده استنى انا بيت اطلع انت برا يا هيمة والمصحف اللي صوت وليه ما عليك ام اتلالها اللي الله طلعي برا يا بيت حاضر انت عاوز ايه؟ نعم يا سبتي حد 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 عرفسي مين فينا يا بيت اللي بلع من ورا التاني؟ طب بزمتك انا عملت ايه؟ قلت لي عايزة اتجاوز يا هيمة قلت امين عطى ادور على الشغلان يا كوريا عشان يلم فلوس الجواز ما لقيتش قدامي غل شغلانت الكبارية وما قلت الكيش يا كوريا عشان ما زع الكيش ما كفرتش بس انت برضا كدبت يا هيمة كدبت اه بس عشاني مش انت اللي واقعلي على واحدة معا خمسين مليون دولار ومكتبة على المصلحة خمسين مليون دولار يا كوريا دول يشتروا محافظة ومرة تفتحيلي كوافير ومرة تدفعيلي فلوس تنكيس البيت وأنا هيمة خطيبك اللي سيبقى جوزك أبو عيالك تكذب عليا وتقوليلي دي جمالات بنت خالتي عاوزة تكبيش الكافشة الواحدة يا كوريا اكبش قولي لتا انت ولا فهم حاجة طي قديني هوا يا كوريا قاعد مارزي قدامك لحد ما فهم كل حاجة يا من طاق طاق لسلام عليكم يا أما وديني هطلع من هنا على الاسم لا اسم اسم ايه ده خمسين مليون أخضر ده أنا هطلع من هنا على المدرية ويا نايش عيشة فل يا كوريا يا تولع بجزء علينا احنا الكل خلاص خلاص اقولك مين البت دي يا بت اي ده يا أخودي بقى خيلتيني سيبيني في حالي وناف يا سونتوس مخنوق ومش طايقة نفسية تعال تفرجي معايا على التليفزيون قد يشرب شوي تعال تعال ايو قد لدي فرقة فيه عالو مساء الخير مساء النور ايه الأخبار؟ عاملة ايه؟ مخنوقة وزهقانة وقعدة في البيت ومش لأي حاجة عاملة معلش انت ممكن على فاكرة تبدأي ترممي في المحل وتدينيه وان شاء الله ترجعي تاني الشغل قريب مش عارفة لا خلاص حاسة ان انا قفلت من المحل تحبي يعد عليك يخرجك؟ يبا انت هاتا مكلمة؟ لا مش هينفع الوقت خلاص اتأخر انا هاعود اتفرج على حاجة في التليفزيون بعدين هدخل انا على فكرة انا هنزل من بكرة بحاملة كبيرة حلم المسجلين والمشبوهين في المنطقة وحاملهم عرض عندي في الاسم وانت بقى ممكن تيجي بقى يعني تشوفيهم وتتعرفي على اشكالهم لا 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 مش مهم خلاص انا حتى لو شفتهم مش هفتكر اشكالهم خلاص يا علاق مش مهم حصل خير حصل خير ازاي بس؟ ده حقك وانا ملزم اجيبه لك انا متشكرة قوي يا علاق مرسي بجد ربنا يخليك ليه بس بجد خلاص فكرت في الموضوع اللي قلتلك عليه؟ اي موضوع؟ اكيد يعني منستيش لا منستش بس ليسه مفكرتش برضو ما تستعجلش علي يا علاق استعجلش ده ايه؟ لا انا مستعجل جدا 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 طيب خلاص هفكر ان شاء الله يا رب تطلع النتيجة صالحنا مش حاسيبك دلوقتي وهكلمك بكرة اقولك عملت ايه؟ طيب ماشي تسبح على خير بحبك ايه؟ بحبك لا لا مش سامع صوت بيقطع يعني هي الشبكة ما قطعتش خير دلوقتي بقولك بحبك علاق اه انا هكلمك بكرة واضح ان النات ولك وحشة قوي ماشي هعديها بمزاجي يلا تسبح على كل حاجة حيرو وانت من اهلم باي هاتي بنتم تنفون بقى هاتي عايزة اكلم اول حاضر يا صندس يا احلى صندس يا اجمل صندس يا اطعم صندس في الدنيا بس هاتي بوسا حيرو الاول تحت ليه فيه متبيع عمل يا كوريا ده انا كيب داك ضربة امي البتة هاي دي ما حلتها اللادة دي بنت قابلة وعبيضة دي مسكوكة على قفاة حتة قفاة حلو كده طالع من عينيه بس الفلوس كلها ما هطالقها الاسمه مروان اللي هربان برا مصر ده هو والبتة اللي اسمها نجوان البتة الاجوان دي بس عايشة اللي من دول في دور ايه؟ انه هو كل عليها الفلوس ورجعها على مصر بس انا مش مصدقاها تشوف البتة كده تلاقيها مرسومة ولابسة ومتقنتكة ولا اللي ورسل خديه في ايام انا الكلام ده مش راكب معايا راكبه رابع وراكب داكي بقولك ايه انت تحمد ربنا وتبوسي داكوش ودهرة اساسا ان اللي خطب لسانك بعد اللي عملته احنا هنكر الشريط من اوله ولا ايه؟ ماشي هدور الكلام دا في دماغي واشوف زبطيته فين عشان يديك الروم دا يا كوريا انه يلزمني في ورك محترم يقيل لا محدش هيدوق محدش هيدوق موسيقى ايه رأيك يا اقدارة؟ ناني دربت الارقام الكياسية مش عارفين نلاحق على الازايز من كتر ما كتنفي ناني دي ثلاث عالية قاوة 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 بصراحة طب 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 يبقى هفل كتير من دا عناية يا اقدارة لا 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 ازعل كده مفيش غير ناني واحدة بس خلاصة اتعون روح شوف شغلة كنتها حبيب عدلات يا اقدارة خل يا صندوق عايزك تعالي على فكرة انا اعرض صاحب الغنوة اللي مقصرة الدنيا ايه دا بجد؟ اه دا سوكل حلواني ابن منطقتي بطن البقرة خلاص طالما ابن منطقتك ومن بطن البقرة ما تلغى هول نجي يشتغل معانا وانا عشان خاطرك يا ناني حراضي احلى امراضية هتراضيه هو بس لا 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 اهو هتقولي كده يا ناني الا انتي دا الدلعة كله ورده كله ليكي حبيب بتاعلي هنا بتاع الفل انت بقصولك نص يوم انت عشيب دا كله انت عشي كان عندي ظهر في عائلي واتصلت بتاعون عشان يبلغ انت عشيب شغل انت عشيب شغل انت عشيب شغل انت عشيب شغل انت عشيب خاطر يسيبه اول ما تهدب ابعتلي العلوان ودوريلك على شغلها لا يكون ارشاة كويس امك عندها فشل كله وبتعمل غسيل واخوتك مصارفهم كتير مع السلامة مع السلامة مع السلامة على فين ايه دا؟ سلام عليكم انت مين ولا مؤخزة؟ ياسر عبحق ما بحث اموال عامة عايزين بس الانسة في كلمتين انت عملت حاجة بيت؟ لا انا لا مؤخزة انا عندنا اموال عامة ولا اموال خاصة ولا اموال من اصله عاوزين مننا ايه؟ يا بيه انا بنتي ملهش دعوة كله من ماروان به دا؟ ايوة هو اللي في الاول والاخر هو اللي غلطان ما تخفيش حاجة هي مش متهمة في حاجة احنا بس عايزين ناخد منها كلمتين كده عن هايدي وماروان والفلوس وهنمشي على طول تا تفضل يا باشي تفضل تحت امرك او مهلو تفضل ساعات تفضل خشوا يا بلاتي تفضل تفضل انت كماني ما طلعتش من النجوان بقى اي حاجة مفيدة ونادر سكته تقفلت وهايدي ملهاش وجود اساسا شكل هيروح لإسماعيل بي وخليه سلم القضية لأي حد ثاني غيري ما تبقاش عبيد دي اول قضية تمسكها هتروح تقول لهم ايه مش عارف اشتغل تروح مرور بقى بعد كده ولا ايه مش عارف بقى انا فاهم احساسك ده انا كمان عمالة لفة حوالين نفسي عشان اجيبي العائل اللي حرقوا الجمالات المحل مش عارف اوصل لخيط حتى بعدين يا اخي مفيش حاجة كبيرة يعني تخلي حد يعمل كده سيبك من المحل انت عامل ايه معايا طلبت ايدها يانا هراكي سود طلبت ايدها وشي كده انت فكر في ايه حاجة يا عمي بس هي توافق وانا حاس ان هي كمان بتحبني بس يعني زي ما يكون كده في حيطة بيني وبينها مالك يا عمي انت في ايه بتانيح كده ليه انا عارف الست اللي في الصورة دي ست ايه يا عمي انت ما تحترم نفسك بقولك طلبت ايدها وانا بقولك انا عارف الست دي كهيس بس مش فاكرا شفتها في ايه بتكون ممثلة مغنية مزيعة ايه ايه ما انا كمان بحس كده لما بشوفها بس عادي يعني هم الحلوين كده كلهم شبه بعض مش يا عم الحلوين انت دايما وقع واقف ربنا يا اعدنا نقو علينا بقى ايه حمد الله على السلامة نادر هتفضلي سكتة كده عاوزني اقولك ايه اخر مرة اخر مرة شفنا بعض وكنا هنا في نفس المكان ده كان فضلينا حوالي شهر على معاد الفرح نشتري الحاجات الاخيرة وبعد كده السيادتك اختفيتي اكيد في كلام كتير وحاجات عايزة تقوليلي عليها ولا ايه هو انت لسه فاكر تسأل علي دلوقتي كنت فيل لما مروان اكبرني ان اسافر معاه بالعافية اه وكنت فيل لما اكبرني انا اشارك معاه في لعبته الواطية دي ضد هايدي واطلع كأني واحدة وحشة وخنت صاحبتي الوحيدة اللي اتربت معاه اه كنت فيل ساعتها وما سألتش عني ليه ياه وايه كمان بص يا نادر احنا ممكن ننسى اللي فات انا خلاص قدرت اهرب من مروان ورجعت على مصر انا رجعت عشانك عشان نتجوز ونعمل شهر العسل ونعيش مع بعض وننسى كل اللي فات انا لسه بحبك على فكرة انت مش متصور قدية حطيلي اغراءات قدامي عشان اتجوز بس انا رفضت ورجعت عشانك نادر انا لسه بحبك للدرجة دي انت شايف ان انا انسان سازج عشان كنت بحبك اللي قال لي ان انت رجعت مصر قال لي كمان كل حاجة حصلت هناك انت خلاص خلص مروان وخلصت هايدي وخسرتي كل حاجة بسبب جهلك وقلت احساسك لسه فاكرة ان انا العبيط الوحيد اللي ممكن يصدقك واللي يمكن تطلعي من ورابا اي حاجة سمعي انا مش هقولك انا بكراهك او بحتقرك او اي حاجة من الكلام المهزب ده بس عايزك تعرفي ان انا زعلان قوي من نفسي لان قلبي ده في يوم من ايام حب واحدة زيك اه 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 ا حرم عليك حرم عليك انا مش قادر قرمت عليك عشتك يا علالة اللي قادر طيب طيب ايه ده انتي ايه اللي جابك هنا تاني ملاهاش لازمة الشحتاطة والمصاريف يا باب مصر كلها عرفت ان انا هنا وللوق عندي حاجة يجي اخدها بقى بساني قبل ما تخشي ايديك على خمسين جنيه جيب دخان باب ايه ده ماما مالك يا حبيبتي ايه ده انتي كويسة ايه ده يا باب ايه ده يا باب طب طب انتي اخدت الدوة طيب ماخدتش حاجة بصي انا حنزل اجابلك الدوة ولو ما خفتيش من هنا لغاية الصبح اوديك المستشفى ماشي فوق بقى نادر هتضيع نفسك عشان ايه وعشان مين عشان نجوان اللي سبيعتك وبعد نفسها المروان عشان الفلوس يا اخي احمد ربنا انك كشفتها على حياتها قبل ما تتجوزها فعلا ولا علشان صارها اللي كانت حتجرك لسكة اللي بيروح فيها ما بيرجعش فوق يا نادر فوق ويرجع لنفسك والحياتك ولوختك وللدنيا كلها فوق يا اخي فوق قبل ما يفوت الاوان فوق اهي قافلت زي كوتشينا هنعمل اي دلوقت حافظ ومش فاهم يا ابنة دومنا هي اللي بتقافل مش كوتشينا يا عمي دومنا كوتشينا المهم احنا هنعمل اي دلوقت انا بقول اه ناخد شقة في بطن البقرة عشان نبقى جنب هايدن لحد ما نشوف الموضوع ده اخرته ايه والله يا عندك حق بدل ما نخرجها من اللي هي فيه نروح نتحبس معها انا وانت يا عمي يا عمي مهما ينفعش الكلام اللي انت بتقول ده يا عمي برضو صبعة خير ايه محدش هيقولي اتفضل ولا ايه اتفضل يا دكتور نادو هو انت مش قلت انه اتخاني معاك اخر مرة رحت له فيها ابو طالب ايه انا جاي اعتذرلك عن اي حاجة حصلت مني في الفترة اللي فاتت مو بروبلم حصلش حاجة انا جاي عايز اوراق القضية بتاعتها اي دي انا حمسك القضية تاني وان شاء الله مع بعض للنهاية للبراء ان شاء الله انت بتكلم جد يا نادر؟ طابعا جد شايف؟ نادر تابيم قولك ده تربيتي انا تربيتي انا انا مش تكر اول ايدي مش عارف اقولك ايه اشكرك ازاي يا رب بتشاب ايه ممم رجوان رد با اوه 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 اولا هاجر انا اسفي اولا انا مدبم عليش اولا سامحيني ونبي اولا يعني ارمي نفسي من هنا تتجوزيني اولا اوه انا شاكلي عملت حاجة ولا ايه انا شفت الحركة دي في فيلم توركي قبل كده تقبل من ايدي افلا واول ما ربنا يا كرمني هروح لحوكي واطلب اديكي واجبلك احلى شبكة احلى شبكة امال دي ايه اتفضلي شو فيها دي مفاجئة تاني ايه ايه ادي احلى اغنية اخطوبة بيها و انا شاكلي غلطة تاني ولا ايه اوه اوه دولي الى قلدي رحا يا عمنا هندنوين بسير فيه ايه؟ فيه ايه хررر؟ فيه ايه؟ فيه ايه؟ عمّل ايه بس؟ واخدلهم على فينة بس يا باشة في ايه؟ بله أكاسم يقولونهم همّة عمّل ايه؟ يا باشة من لها؟ يا باشة في ايه طيب؟ انت يا عزل انت يا ستة هان شوفي اللي الزبط بتاعك قبض على همال ايه؟ بولك ايه؟ خلي بالك انت انت تروحي في ستين دايا لو همال ايه؟ يا دي المرار الطافح هو هيمة كمان عرف الموضوع هو أكيد قمض عليه عشان حرق المحل وما له هيمة بس وما الحرق المحل ولا هو فترها قوله ميجدت وخلاص هو أنت عشان رجعت تتكلميه هتتخنقي معنا ولا اي يا كوريا لا يا ستة عيدي لا الهاته هي مواد مشجع ما يعملش العمل السودة دي شوفت ايه ايه بيقولك اهو وبعدها مرجعش اكلمه على حاك انا بس حقنية وبقول الحق هيمة مبلش في حرق محلاك الحقيقة ليب الزبط بتاعك قبل ما حفلت معاه بكلمة كده ولا كده اتشل هتشل الطينان يا مال اتشعر اه كلمية يا ستة عيدي هيرو البر عاجلو الحمدلع السلام يا دكتر المكتب بنامار بحضرتك والله كنت وحشنا يا ابو الله سلمك وفسي جدا وانتو كمان كنت وحشيني جدا يالله معلش احنا ضايعنا وقت كتير بس برضو لسه قدانا وقت عايز كل واحد فيكو يحضرلي أوراق وملفات وتقارير بكل الأضايا اللي معاكم شكرا يا دكتر شكرا علو صباح الخير يا علاء صباح الخير يا حبيبتي علاء انا كنت عايز اطلب منك طلب صغير طلب صغير قوي كده يعني اتفضلي تحت امرك الوادي هيم ابراهيم اللي انت ابط عليه من شوية سيبيه لنا الموضوع ده انا الالدي عارف ديته وعرف اتعمل معهم كويس هي ارصت ودني وحتلقيهم كلهم جم تحت رجلك لا لا بس هو ابراهيم ما عملش حاجة مش كان خاطب قريبتك واسابها ممكن يكون بينتقم هما رجوه البعض وانت عارف يعني ان مش عايزة مشاكل معاهم حاضر يا حبيبتي هخرجوا هعملك اللي انت عايزها ميرسي متشكرة قوي يا علاء ميرسي بجد العافو فكرت في الموضوع بتاعنا لا لا لسه لسه انا هفكر واكلمك وبعدين انت مستعجل قوي كده ليه انا مستعجل جدا طبعا طيب روح انت دلوقتي فانا هتكلمك باي باي يا علاء هيخرج ارتحتي بقى ها وانا ارتح ليه خلي بالك انا عاملك كله ده بس عشان قلقنا عليك خاف عليكي ما تكلابوك هل أجوش؟ قلتي يا نوال قلنا قلتي يا نوال بجاك امشي يا بلاد الكاتف امشي يا بلاد الكاتف امشي يا بلاد الكاتف ما شاء الله يا خرابي عليك وعلى جمالك يا دي البيت ايه اللي جرلك يا بيت ما شاء الله عليك رحت وجيتي واللي جرلك تصدقي بالله والله معرفتك والله بقيت شبه البني قد ميني اللي بجد يا بيت لسه لسانك فالت مني اقول ساني هيروح فاني يعني قوليني يا بيت رحت فين و جيت منين وسألش عليها ليه يا واطيا انت يا واطيا مشاغل والله يا خالتي اما الفين سوك عاوزة سوكة في ايه ياختي وانت في الحالة اللي انت فيها دي وبعدين ما شغل ايه يا بيتك؟ روحتي فين واجت منين ومن قلائك ومن لبتك يا جيت؟ هقولك على كل حاجة بس دلوقتي عايزة سوكا عشان جايبه له شغلانه النمى إيه؟ لوووووووز ود ياسوكا يا ولا ياسوكا يا ولا هيه يا أم فيه يا يما سرعتيني تعال يا ولا تحال مش دي القابلة نوال اه يا ولا دي القابلة نوال جايبه لك شغلانه لووز يا ولا طب ألف واجيلك يا أبلا نوال ولا قللك حاجة؟ نبضي يا وعلا ألف ليه أنت تشكيوا عالشغلانا كده لكن الاتفاقات كلها معايا أنا آه الفلوس والحاجات ده أشياء أنا مديرتي الأعمال دلوقتي يا يا الحمد لله على السلام قبل نوال الله يسلمك يا سوك بص بقى أنا دلوقتي شغالة في الكباري اللي شغال فيه كبدك يطعون والراجل مدير الصالة سمع الغنوة بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده آه بس تعاون ده سبلت الباشر كان عايز يقفلك فيها لو ليه أنا سليك تهالة آه سليك تهاله؟ مش الكباري ده يا بيت اللي بقى فيه المليطة كلها لا والله أصير يا نوال يا يما كباري مطرب زي صاعد هيشتغل فين؟ في الحديقة اليابانية؟ أيوة يا يما كباري المهم يا سوك لما تيجي تحرص منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان آه يا أخويا إحنا دلوقتي خرجنا برا المنطقة يعني أنت عارف المصريين مع بعض في الغربة بيعملوا إيه؟ هاي يا أختي طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباريه وإنت إن شاء الله هتشتغلي إيه يا حبيبتي؟ فتاحة ودي هتفتح إيه دي؟ أنا هقولك بقى يا أم مش أنت بتندع على الرجل أبو فاوزي يا أبو فاوزي افتح لي عجساعة قبل نوال بقى جايبة تلاجة حجساعة في ناك في الكازنو وكل اللي عاد يما تفتح له عجساعة تفتح له عجساعة تفتح في راسك طاقة أنت ويا في ساعة واحدة المهم يا سوكا إن شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى تعوض للخدمة دي وتنطقني معاه تمريني قبل نوال بس إزاي يعني؟ أفهمك البنات صنفين في الكباريه الفتاحة درجة تانية في الفلوس والمعاملة وكله أما الرقاسة درجة أولى آه وإنت بقى يا أختي عاوزة تترقل تبي إيه؟ تفتح الكوالين ولا خزن ولا رقاصة؟ أفهمك أنا يا خالتي مانا طول مانا بره كان على رقابتي عامل حاجة زي كده لكن مادام كده كده جوه المخروبة يبقى خربها أحسن ألو؟ أيوة صباح الخير أنا كنت بتصل بخصوص الإعلان أيوة وظيفة السكرتيرا التنفيذية نعم يا فانتن؟ آه طيب معلش شكراً بتتكلمي فيه يا أختي؟ قم يخش يشوف أمك بيناب تطلع في الروح إيه؟ إنهارا بيض ماما ماما حنيينة قوي أختي إيه؟ كل ده مش سامعة؟ سنجتي؟ وإنتي مش سامعة ليه؟ بققى على ودنك وإنتي صغيرة؟ الله 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 جبت يا مندي يا بات واحدة زبونة قالت هالي عندي في المحلف عجبتني حلوة صح؟ أه حلوة يا مساء الفل إيه؟ رايح فين؟ إحنا هنا الواحدين ما أنا عارف يو أنا جاي أمسي على ست جمالات هانم آآ قصدي هايدي وجاي أقول لها إن كبدك يتلع راجل وما فتحش بققه بنص كلمة مع إنه يعرف كتير يعرف كله لم أخص آآ ميرسي ميرسي بجد يا أستاذ يا أستاذ إبراهيم أنا متشكرة من قلبي على إيه؟ شكراً على إيه؟ وكمان أصل الزابط علاء مزوادها بصراحة وأنا ممكن أزعله بس أنا خدت بالي إن فيه تلطيف مشترك مدانكم هم؟ فقلت أسيب وياكل أيش لأ جامد أول أمل أمل بس خلينا بقى في المفيد الواد سوكا كان معي وأنا بقرأ الجورنال وعرف الموضوع أنا أمنتوا مايفتحش بقه بس أصل الواد سوكا ماشي مع البيت تهاجر ما أنت عارفة واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحدة بيحكي لها على كل حاجة تاني يوم مصر كلها تعب أنا يا أستاذ إبراهيم الصراحة مش عارفة شكورك إزاي شكراً على إيه بس يا ستة هاني؟ والله أنا من ساعة ما شفتك وقلت إن أنت هاني بيبان بيبان لو أنت خيب رأوفي لهنا ميوان بقول لك إيه؟ يلا حبيب عاش تلحق يومك فكتك خاضر يلا لسا العرض ما أخلصش عرض يعني إيه؟ فيه ديامة الجناية ما تخلصك بدكي وتوقل في بقى هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقة ومش عارف مين ورا موضوع المحل آه المعلم سلوما هو اللي زقيق العيالي سلوكة؟ سلوكة إيه؟ اسمه سلوما حاجة غريفة جداً وإنت عرفت إزاي؟ مصادر الخاصة وبقولي للباشاك تاعي الكبداكي بيقولك يا بودبورة ونصر وكاب المعلامة مش عاوزة أكتاب سلام سلوكة؟ سلوكة إيه؟ وانتي مالك فرحانة قوي كده ليه؟ يوه؟ عشان تلع أصي عمل نبودبورة بتاع ايه ده؟ مش معقول ألو؟ وانت تسلب نفسك أقولك أنا مش عارفة أمسك النهاردة عيد الحب كل سنة وانت طيبة وهبي فالنتين وهبيونئير وحشاني قبل هجر بطل بكش يا سوكة واسمعني كويس الحاجة انتصار محجوزة هنا في المستشفى وفصيلة دمها مش لقينها ببنك الدم يا نهرب يد يا سات الرب هي فصلتها نفس فصيلة دم إبراهيم صاحبك ايوه أنا فكراها كويس قوي من يوم ما جاي يعمل عملية عندنا وكنا مبسطين جدا ان احنا لقينا فصيلة الدم بتاعته طيب و بعدين؟ عشان خطر يا سوكة خليجي اتبرع لها بالدم الست حالتها خطر قوي مسافة السكة وهاجيله ايه؟ في ايه؟ في ايه يا لأ؟ هي الحكومة جنانة ولا ايه؟ هو في ايه يا لأ؟ مالك قادم؟ يا كبداكة يا كبداكة في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا سوكة في ايه يا حدي صحي حدي كده؟ اخفى من وش بدا معورك وربانا يا عمي بقولك ايه؟ دي حالة انسانية يا عم حالة انسانية؟ انا اللي حالة انسانية يا غدع ست انصار دي ستة طيبة وغلبانة ومالاش اي حد وانت هتنجز حياتها اتغطل يا سوكة؟ دم إيه اللي هاروح اتبرع بي؟ وانا عند اهل دمة اصلا سبنا نمى سوكة بقولك ايه؟ ما انت لو ما روحتش ستة انصار هتموت اللي انتصار؟ انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تاولى؟ عايزة نمى ساعتنا بلا مروح الشغل بقولك يا صاحبي عشان خطري الخدمة دي ليه والله العظيم ما هنسألك قوم بقى هكيبداك عشان خطري طيب يا سوكة هقوم هقوم قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسبني نايم ما انت طلع زنان لامة الله سامحك انا مش اكلمك علا عشان خطو ستة انصار تحت قولي انا هنال خلاص ما علاش ما علاش وناب يلا اومي صاحبي يلا اومي صاحبي سدقنا يا سعدت الباشا انا مليش دعوة بحرق محل ستة جمالات وحلقوا ليه عدم المؤخذة هو انا اغاوي ازية الناس حاثل العالي واقفة برا يا سعدت الباشا يا سعدت الباشا انا عاوف انك لا قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجاوز ستة جمالات لكن خلاص صرفت نظر خلاص بقى العفو السماح يا حكومة انت لو فتحت بوقك تانى من غير ما اقولك انا هقطعلك لسانك مين اللي دفعلكو يا ابن انت وهو المعله مسلومة باشا بدنا نفهم الخليج ودفعلك كل واحد من الجنيه وقالنا هايسكو في اصلاحة واخدنا بعد نص الليل وردنا محل مقفول وقالنا يولع السوق انت بتاعرفه سهلومه قبل كدا؟ ايوة باشنا شغالينشى اليوم في المبح وبنحمله اللي بياخدها وقالنا ان هو عايز يتجوز الستة اللي ف المحل دي ومحدش يئزيها اهو بس عايز يعرفها ويفاهمها انها لازمة نيبقى معها رابط خد العيل دول برا اه باشا انا معرفش العيل الصيعة دون يا سعدت الباشا اه 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 دي دي القضية بتلاقاني انا مش هتكلم انه قدام المحام بتاعي وانت عندك محامة بقى ان شاء الله لا بس مش هتكلم انه قدام المحام بتاعي حقي او مصر دي بنت ست انتصار لسه رجع من برا مصر هو ده بقى ابراهيم مساء الخير انا مش عارفة اشكر حضرتك ازاي استاذ ابراهيم نفسيه بجد تشكرين عليه ده سفة انتصار دي غالية علينا بعدين بقى بعدين الكلام ده يلا يا ناجوان يلا يلا ياسوك يلا يا ابراهيم يلا ياسوك يلا ياسوك يلا يا فاطم يلا يا فاطم يلا يا فاطم الف سلامة عالست الوالدة الله يسلمك ناجوان مش كده ايو ام يلا يا فاطم بالرحة يا فاطم بالرحة منورة ناجوان اعلو مساء الخير مساء النور يا علاء حضرتك عندك استدعى للحضور في اسم شرطة مصر القديمة حالا استدعى ايه؟ في ايه علاء انا عملت ايه؟ الله الله ايه مالك مالك خفتك ده ليه؟ والاسم بيخوف قوي كده؟ وبعدين يعني ده انت هتتجوز زابط في ايه علاء ما تفهمني؟ احنا عبضنا على الحوال اللي اسمه سلومة ده والعائل اللي حرقوا المحل اعترفوا عليه عايزك تجي تعد عليا في الاسم عشان نورهولك وامرمي زي الكلب في الحجز وبعدين نقفل المحضروا نحولوا عني ايه؟ طيب طيب مش مهم خلاص مش مهم وايه ده اللي مش مهم؟ مش مهم انا مش عايز اعمل محاضر ولا حاجة خلاص انا متنازلة عن حقك يعني ايه الكلام ده؟ يعني تنتنازل عن حقك بعد ما جبته لك وفي ايه؟ انت تصرفاتك غريبة ليه؟ علاء انا ضيفة هنا عند الكوريا قربتي يعني وما بقليش كتير فانا مش عايز اعمل مشاكل مع حد ولا عايز اعمل مشاكل لحد خلاص انت ماشي سلوك ده وانا خلاص منسامحك يا ستة اعملي مشاكل براحتك وخدي حقك وانا موجود عشان احميك ملايه لازمتي ايه؟ بقولك مش عايزة يعني مش عايزة يا علاء في ايه وبالعافية؟ خلاص ماشي الراجل ده من عندك وخيه نخلص ملحي وردة؟ طيب خلاص خلاص طيب اهدي اهدي خلاص انا اسمي يا علاء معلش بس انا عدت بمشاكل كتير قوي في حياتي وكنت متخيلة الحياة هنا يعني هتبقى اسهل بس مطلعتش كده ما تزعلش مني معلش حقك علي النهاردة بعد ما خلص شغل نروح مشوار سوا مشوار فين يعني؟ عملك مفاجأة دق مفاجأة ايه؟ ما تخلصني يا علاء خلاص انا حكلمك قبل ما عد عليك بنص ساعة عشان تلحق تلبسي وبعدين حاجه اختك طيب يلا ماشي انا مش عارفة اشكرك ازاي والله يا اسواذ ابراهيم اصل تعبناك معانا بس انت شايف فصيل الدم من ماما نادرة جدا ومش لقيين حد يتبار عليها خالص لا ما تقوليش كده ابدا ربنا يقوى مهالك بالسلام الله يخليك بس انت اسمك حالو على فكرة نجوان مرسيل هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع اصل الاسم ده بش بيتكرر كتير لا يا سيدي ده الاسم الحقيقي بس انت شاكلك كده ما بقلكيش كتير برا مص شاكلك كده ازاي يعني انا مش فهم لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس اه ايوة اصل انا ما قعدتش برا مصر كتير ايوة ابو طالب واحد اسمه مروان ابو عرب ايه هايدي ابو طالب ومروان ابو عرب انت هتعرفهم من اين اصلا؟ اعرفهم من اين ار اسود اعرفهم من اين دول حبايبي حبايبك ايوة ربنا حبايبي من اوارا مصر يا نجوان ايوة احنا رايحين على فيد؟ اعمل ليكم فترة واما دا خلاص احنا عربنا نوصل مالك سكتري لا مفيش مفيش خالص طب ما بتتكلمش لي يعني ما اه هتكلم اقول ايه اي حاجة انا نساعد ما خرجنا وانت سكت ما عدين كل ما اكلمك تروط على قد الكلام اه ما انا بتكلمه تبدأ من حاجة لا لا خالص خالص مفيش فعالي على بيت فضل فضل رحنا فين؟ مفاجأة لو ترك عليه تعالي بس تعالي يلا يلا مفاجأة تجع مسالك تعالي تعالي ما تخفيش لا يا علاء انا مش هتخر قبل ما تفاهمي احنا فيه حاضر يا ست هقولك انا ساكن في العمارة دي انا والدتي دور الثالث الشقة اللي قدام الاساسير وهي عزماكي على عشاء وعايزة تتعرف عليك عشاء ايه بس حشاء عشاء هي بصراحة عاليتلي غدا بس انا قلتلها ان انا حتاخر في الشغل فاتفقنا ان اتعاشها وحب انزل اواصل انا مش هعرف مش هعرف يا علاء معلش انا لازم اروح تعالي روحني البيت وفي ايه اقولك ماما عزمانة على العشاء وبعدين دي قاعدة بتعمل في الاكل من الصبح وانا اكيد يعني مش بادحك عليك وبعدين ممكن اخلاها تنزل تستقبلك بنفسها لا تنزل ايه انا عايز اروح بقولك ايه انا كده مقعدتش فاهم حاجة وانا كل ما اقولك على حاجة تقولي لي لا اقولك تعالي الاسم نشوف المسجلين تقولي لي لا تعالي عشان نقفل المحضر تقولي لي لا اعرضت عليك الجواز وعملت توهي في الموضوع بسألتك مرة واثنين وثلاثة وفي الاخ اللي بتقوليه لسه ما فكرتش طبقتي بقولك حنزل والدتي تستقبلك بنفسها برضو لا وفي ايه انا مش ما نقول من هنا غلا ما افهم في ايه مش هينفع يا علاء والله ما ينفع عشان خطري والله العظيم مش هينفع طب ممكن لو سمحت البطالة يا اطود فاهميني في ايه انا بقولك انا عدوك انا بقولك انا بحبك كله عايز افهمه مالك فيك ايه انا احكي لك على كل حاجة ينفع بس ان نمشي من هنا دلوقتي نقعد في اي حتة يا حاطر تفضلي انا احكي لك على كل حاجة بس في حاجة مهمة لازم تعرفها الاول ايه انا بحبك يا علاء انا هجوبك على كل الاسئلة اللي في دماغك او اللي ممكن تيجي في دماغك انا ما سميش جملاته وما بقاش قريبة كوريا وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط والانت مين انا هايدي هايدي ابو طالب موسيقى موسيقى موسيقى